بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم يوسف وبإذن الله نكمل مع jQuery اليوم راح نتحدث عن شيء أو نقطة مهمة في jQuery وهي ما تسمى بالselector أو الاختيار في jQuery jQuery لها أماط للاختيار وما نقصده بالاختيار أنا راح نوضحه في هذه المحاضرة اللي ما فيه من أهمية لأن jQuery كاملة أو javascript عامة تتعامل على selector تعالوا نعرف ما هو selector نجي إلى ملفنا الافتراضي اللي هو التالي index.html اللي عملناه من المحاضرة السابقة عساس نكتب jQuery ممكن تكتبه في منطقة الهيد وممكن تكتبه في block في الbody يعني ما فيه مشكلة أنا بكتبه في الهيد ممكن تكتبه في الbody وممكن تكتبه في الهيد راح نقول script type عارفين text mem type javascript طيب نغلق script نبدأ الآن العمل تعالوا نعرف شغلة مهمة jQuery عامة تبدأ في العمل عنده إنشاء أو عنده عمل الوثيغة نفسها document أول ما يبدأ document إيش يصير أو المتصفح أول ما يبدأ يبدأ في العمل jQuery تبدأ في العمل طيب فلذلك لابد أن نوضح أن المكتبة راح يتم عملها طيب راح يتم عمل مكتبة jQuery بعد ما يتم خلاص تتحمل كل الصفحة بعدين يبدأ عمل jQuery طيب 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 كيفية توضيح ذلك إحنا عارفين إن إذا ببدأ الصفحة راح نقول window مثلا خلونا بس نجرب load عندما عفون load onload عفون onload onload راح أقول مثلا alert مثلا this is javascript this is javascript this is javascript window onload معناتها عندما يبدأ المتصفح في العمل راح يطبع لي this is gs طيب تعالوا نيجي راح نعمل رفريش راح تلاحظ عطاني alert this is gs إذن وهي قعد تعمل عطاني في javascript الافتراضية عطاني هذا الصندوق أنا قلت له يعني أول ما تعمل أبدأ في هذا الأمر نفس الأمر والجيكوري لابدني أقول له عندما تبدأ الصفحة في الاستعداد يعني على طول أبدأ في عمل الجيكوري فلذلك عساسي نقول window onload للجيكوري في الجيكوري عامة في لغة الجيكوري نستخدم نمط ready فالآن راح نوضح ماذا النمط تعالوا نيجي نستخدم dollar sign dollar sign ممكن نوضحها على نها selector والآن راح نوضح selector راح نقول shift 8 عفون shift 9 shift 0 هذا على بعضه يسمى ممكن نسميه إحنا selector مختار ما معنات هذه العلامة اللي تمت هذه معناتها أني راح أختار ماذا راح أختار راح أقوله document عندما اخترت document أنا قلت له هنا اخترت document هذا النمط اللي قد نكتب فيه أو الجيكوري تكتب فيه نمط object-oriented programming اللي ما يعرف اللي هو عبارة عن function تبدأ في الاستعدادات من ثم بهذا الشكل عفوا بهذا الشكل بهذا الشكل اغلاق ويبدأ في التحضير وبهذا الشكل هذا يسمى object-oriented programming لكن بالنمط الثاني لأنه هناك نمطين للobject-oriented طيب الجواسكريب تعتمد على object-oriented طيب طيب إذن أنا هنا قلت لاختار لي document أي بمعنى اختار لي كل الوثيقة عساس أبدأ في التعامل معها طيب متى راح أخترتها الآن اخترتها متى راح تعمل راح أقولها عندما ready عندما تستعد ready هذا حدث موجود في مكتبة الجيكوري معناتها عندما تبدأ يعادل window.unload اللي كتبناه قبل غليل هذا يعادل اللي كتبناه قبل غليل طيب بعدين تقول له function أي بمعنى أن ready هي function اللي يعرف في الـ object-oriented يعرف أن ready هي عفوا الطريقة هذه هي في الـ object-oriented function تقول له ما في أي agreements من ثم تبدأ في الإقلاق بهذا الشكل هذا معناتها إذا بدأت الوثيقة في العمل هذه معناتها إذا بدأت الوثيقة في العمل أبدأ في الـ function الخاصة في الجيكوري طيب وهنا تبدأ في التعامل مع الجيكوري إذا هذا معناتها يعادل window.unload لكن في الجيكوري ومعناتها عندما يبدأ الـ document أو الوثيقة كلها عندما تبدأ في العمل ready تكون مستعدة أبدأ في التعامل مع الجيكوري هذا النمط لا تنساه هناك أممات ثانية رح نشرحها فيما بعد يعني لكن خلونا الآن في هذا النمط طيب هذا أول نمط تعلمنا من المط اللي نقدر نكتب فيها طيب طيب بعدها تبدأ في كتابة الجيكوري عادي من غير أي مشاكل طيب نجي نعرف الآن أتمنى أن هذه الخطوة سهلة ما فيها أي صعوبة احفظها صم كأسمك أول ما تبدأ الجيكوري تكتبها على طوط طيب طيب تعالوا نعرف السليكتور احنا عرفنا هذا السليكتور هذا مختار اخترنا الوثيغة فنفرض أنا بختار شيء موجود في وثيغتي مثلا رح أقول ديف ديف رح أقول مثلا I love جيكوري مثلا أنا بيختار ديف هذا عساس التعامل معاه في الجيكوري كيف أختاره خلال في الداخل طبعا هنا في هذا المكان رح أقول له بهذا الشكل من ثم دبل بهذا الشكل أو سنجل ما في مشكلة single أو double وتحدد تقول شو اللي تريد تحدده رح أحدد الديف إذن رح أقول له حدد لي الديف حدد لي الديف طيب رح أضع أنا حدث أو افكت لكن خلي الافكت ما رك دخل فيه خلال نقول بعد خمس ثالاف يعني بعد خمس ثواني طيب طيب الحدث هذا اللي أنا كتبت انت ما رك دخل فيه الآن مو شرط انك تتعلم الآن رح أشرحها فيما بعد لكن أنا بوضح اللي بوضحه هو السليكتور الاختيار أنا هنا قلت لأختار لي الديف نفذ عليه نفذ عليه الأفكت اللي هو هايد معنات هايد اخفي المدة هي خمس ثواني يعني بخمس ثواني يقعد اخفي لي هذا الديف اللي موجود خلونا الآن نعمل رفريش ونرجع لنشرح اللي عملنا رفريش ورح تلاحظ قام تختفي بالخمس ثواني اللي تمت طيب لاحظ معي من السليكتور هذا اللي أنا بنوضحه قلنا له عندما تبدأ هذا كله عندما تبدأ نوضح عندما تبدأ الوثيقة في التعامل اختار لي ديف اختار لي ديف اللي موجود في هذا المكان اعمل لي له هايد قم في اخفائه مع مدة خمس ثواني يعني في خمس ثواني يبقى تخفي لي عندما تكون الوثيقة جاهزة جميل هذا توضيح للجيكوري طيب نجي الآن نوضح شغلة ثانية السليكتور لما قلنا ديف فالنفضة كان عندي ديف ثاني مثلا قلت مثلا my name is is مثلا يوسف رفريش راح تلاحظ ان كل الديفات اللي موجودة راح يتم مخفائها كما تلاحظ طيب طيب اذا هنا السليكتور لما قلنا لديف معناتها ان اي ديف تشوفه في الوثيقة راح تخفي اول ما تبدأ الوثيقة في العمل طيب انا ما بيخفيهم كلهم فلنفرض فقط ابي اخفي I love jQuery هنا ابدأ في تصنيفه اما عن طريق ID او عن طريق class ممكن تستخدم class او ID اذا استخدمت ID مثلا سمي اسم راح يسمي test اذا استخدمت ID لابد اني اوصفها في السليكتور اقول لاني راح يستخدم ID والتوصيف في السليكتور لل ID تقول لشفت ثلاثة هذا معناتين اني راح اتعامل مع ID اي ID test اذا هنا انا قتل اختار لي فقط طيب قتل اختار لي فقط ال ID المربع هذا اللي انت شوفه معناته ID اختار لي فقط ال ID اللي هو test ال ID اللي هو test وقوم عليه في هذه العملية اللي هي يخفي لي في خمس ثواني عند بدء الوثيقة refresh راح تلاحظ فقط اول وحدة قام يخفيها لانه جاب ليها واختارها عن طريق ال ID اذا هذي خطوة من اختيارات او من الاختيارات اذا جيكوري في الاساس هي يعني الاساس ما لها هو التعامل او اختيار الشيء اللي راح تتعامل معه اذا قبل قليل انا اخترت فقط وسم اما الانه اخترت ID فالنفرضة بيختار class تقول لها class بهذا الشكل تبدل المربع الى نقطة تبدل المربع الى نقطة معناتها اني راح اتعامل مع class اني راح اتعامل مع class رفريش راح تلاحظ نفس النتيجة I love jacquery تختفي بشكل بخمس ثواني يعني طيب طيب اذا هذا معناتها السلكتر اذا كنت تبي تستخدم وسم افتراضي في الHTML تكتب اسم الوسم مثلا B Dev I مثلا UL Li H1 H2 وبهذا الشكل جميل جميل تستخدم ID تقول لها ID واسم ID اللي انت سميته لا طيب اللي انت سميته لا اذا بتستخدم class تقول لها class عن طريق نقطة وتستخدم اسم class لكن لاحظ ما اذا استخدمت ID وقلت test وكان عندك مرتين ID test مثلا this is test طيب لاحظ ما انه عندي هنا خلونا نقول ID عسى اصلا نضيع لما انا استخدمت هنا قلت لها ID test هي اللي راح تختفي هنا jquery تأخذ ID واحد فقط ID واحد فقط وهو اول ID فقط اما الثاني ما تحتسبه فلذلك اذا كنت بتستخدم اكثر من نمط يعني خلونا بس نلقي نظرة اخفائها لذلك اذا كنت تستخدم ID اذا انت راح تستخدم راح تستخدم هذا فقط مرة واحدة على عنصر واحد طيب طيب فلذلك اذا كان في ID ثاني في نفس الاسم ما راح يعمل لا اي افكت ولا راح يعمل لا اي شي فلذلك اذا كنت بتستخدم على كل الاشياء اللي باسم test بتستخدمها في class يعني تقول له مثلا class و تقول له هنا class بهذا الشكل عساس تستخدمها مع اكثر من نمط فهنا لما قلت له class test معناته راح يستخدم كل كلاسات اللي هي باسم test refresh تلاحظ التست تم اخفائها طيب اذا واضح الفكرة وما فيها صعوبة اذا استخدمت ID راح يستخدم فقط اول ID موجود حتى لو كان مكرر اما class لا راح يستخدم كل كلاسات اللي في نفس الاسم ويعمل لها effect اللي موجود اعتقد انها واضح يعني قمت ابدل كثير طيب نجي ايضا الى شيء مهم فلنفرض كان عندي H1 مثلا أحمد عسيب مثال H2 H2 خلونا نقول يوسف مثلا H3 مثلا خلونا نقول مثلا اي اسم مثلا فيصل طيب لاحظ ما الناتج بس ما كو شيء تم تنفيذه لانا ما ما نفذنا فلنفرض انا بستخدم ثلاث خيارات التالية فايش راح اسوي راح اقول اني راح استخدم H1 وباستخدم H2 اقول فاصلة H2 وباستخدم H3 اقول فاصلة H3 اذا انا هنا قلت لاخفيني H1 و H2 و H3 تعالوا نلقي نظرة راح تلاحظ اني راح يخفي اياهم استخدامه نفس ما اتفقنا للتاك التاك تستخدم تكتب اسم التاك مثلا ديف او اي اسم تاكتب ID تكتب ID واسم ID class تقول class وتستخدم اسم اللي تكتب يعني مثل test او اي شي طيب اذا بتستخدم اكثر من شي تقول H1 H2 H3 باقي الشكل او ممكن تحدد class مثلا مثلا تقول خلونا نروح مرضانيا عساس نوضح انا احب اوضح بشكل حتى المبتدل يفهم يعني طيب فراح نقول ديف انا اعلم ان هناك ناس يعني فاهم في ال object وانا ما خلاف فلنفرض قلت class مثلا test 1 اا كتبنا في jquery test 2 مثلا وكتبت في java script مثلا وكتبت هنا HTML test 3 فلنفرض نبي نخفيهم ثلاثتهم طيب اروح اقول لها في امر واحد اروح اقول test test 1 وخفي class test 2 وخفي ل id test 3 طيب بهذا الشكل انا قلت لخفي class test 1 وخفي وخفي class test 2 وخفي id test 3 بهذا الشكل اعتقد القر رح يختفي كما تلاحظ الكل اختفى بهذا الشكل جميل جميل اذا هذا الاختيارات طبعا لا ننسى هناك مثل first واشياء اخرى رح تدرسها فيما بعد اختيار اول نمط وإلى ما خلافه هذا كله رح نشرحه فيما بعد لكن خلونا الآن في الاساس جميل جميل ايضا من ضمن selector فلنفرض قلنا عندنا على سبيل مثال قلنا عندنا input type مثلا قلنا text name اي شيء بس وقلنا مثلا اندي في break مثلا password مثلا طيب لاحظ معي مثلا انا بختار input من نمط text ابي يختفي اول ما يبدأ العمل بايش راح اسوي راح اقول الوسم input مربع بهذا الشكل وقول الtype احدد الattribute اللي ابي اقول الtype او خلونا small الtype اللي راح يساوي text هو اللي راح يختفي اي بمعنى اروح جيب لي input اللي نوع text هو اللي راح يختفي لاحظ معاي هذا ايضا من انماط selector طيب refresh تلاحظ اول واحد فقط قاعد يختفي بينما الثاني موجود لحد الان جميل جميل اذا هذا احد طرق استخدام selector طيب وممكن اقول فاصلة خفيلي test one ما في مشكلة بس احنا بنوضح كيفية الاستخدام بناء على attribute مثلا اقدر اقول على سبيل مثال def def طيب class مثلا على سبيل مثال او مثلا class gs وراح اقول هنا مثلا jquery مثلا refresh كيف ابي اوصل حق هال id ما بقول class gs اقدر اقول مثلا dev بهذا الشكل اللي class يساوي gs هو اللي رح يختفي refresh رح تلاحظ انه تم اخفاء هذي طريقة ثانية لاستخدام يعني عساس نوضح يعني عساس توصل عن طريق ال attributes توصل للوسم عن طريق ال attributes اعتقد احنا خذينا امكانيات كبيرة في selector وطريقة الاختيار نبدأ الان بعد ما تعلمنا كيفية الاختيار نبدأ باذن الله كيفية التعامل مع اللي اخترناهم اخفاء تعديل الاشياء الاساسية بعدها نبدأ في الانيميت من ثم نبدأ في الاجاكس طبعا يا جماعة بس حبيت تركز على نقطة الاجاكس عامة اذا بنستخدم احنا محتاجين الى سيرفر المحلي مثل اباتشي مثل ابسير او او اي اي كان ممكن تنصب السيرفر المحلي انا اعمل درس عم تنصيب السيرفر المحلي اتمنى ان تنصب عندك لانا رح تستخدمها لما تتعلم الاجاكس مع الجيكوري طيب الى هنا نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته